أسطنفيل لما مش هيمزل برضو لكن الأموة دي في إنجلترا مش 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 مضمونة إن هو أنا كسبت فخلاص الماتش بالنسبة له هيسيبه لأ يعني هتلاقي برضو تبيلعب ماتش صعب واستهم آخي رب عماتشات بيكسر بتاعه كل الماتشات عامل سكور كويس جدا بيجيلي جوان في كل الماتشات فرقة صعبة لكن وجهة نظري أعتقد إن هو أسطنفيل هيقعد لنبورموف عنده أرسنل في أرسنل قصدي واتفورد صوريا واتفورد عنده أرسنل في أرسنل واتفورد ضيع فوز ضيع يعني يمكن واتفورد هو اللي اللي اتظلم شوية واتفورد يستحق أحسن من كده واتفورد ماتش منشستر سيتي الأسبوع ده هو اللي نزله لو كان خسر واحد صفر فقط أو اثنين صفر كان ممكن الأمور بالنسبة له يبقى هو الأحسن في النقاط في عدد الأهداف يعني أربعة صرف دي خلاها مين نسوان عن أسطنفيللا فده برضو خلا أسطنفيللا تركب شوية الأمور متهيالي أرسنل صعب يخسر ماتشين وراء بعض ماتش كمان هيبقى في ملعبه ويبقى آخر ماتش قبل فاينل كاس يجبتها اللي وصل له فمتهيالي أسطنفيللا وأتمنى أن يكون أسطنفيللا يعني هو اللي يستنى يعني فأنا الأول عايزة بقبل يعني أتوقع موضوع الهبوط أنا نفسي ما تمناش كده لكن أتوقع هبوط أسطنفيللا أنا متوقع أن أسطنفيللا هيخسروا من الوسط هام ووطفرد هتعادلوا مع أرسن يعني أنا حاسس ده اللي أنا حاسسه يعني وأنا بقول إن في الكرة في علامات يعني التعادل بتاع إفرتون آخر دي أنا محسسني إن ممكن إن الدنيا تلغبط معهم ما نتمناش كده طبعا نتمنى إن هم يبقوا لأسطنفيللا ما ننساش إن الرجل الملك الرجل المصري نصف صويرس غير إن وجود ترزجيو المحمدي أكيد